يا هلا يلا نعمل مع بعض مشروب يبرد علينا حر الصيف ويرطب على قلبنا البرد الغزاوي رح أعملي الكومية بطريقة كتير سهلة بدون تعييد أو فريزر بالعادة عندنا مكينة خاصة لعمله بس أنا اليوم رح أعمل الكومية بالخلاط ولا أسهل وعد تقديم عطول مكوناتهم مش كتير صعبة بس ممكن تلاكوا بعضها مش متوفر عندكم رح أعطيكم البدائل واللي نحصل على اللون المميز للبرد بحتاج لمعلقة صغيرة من الصباح الصفرة وعندي معلقتين كبار من الحليب البودرة ومعلقة من النشا المحلات بالعادة بتستخدم مادة تانية لكن ما بتكون متوفرة بالعادة اللي هي مادة أغار أغار أو البقار بتعطيني عدم صلابة للبرد وقوام ناعم وأملس فالبديل إلها معلقة كبيرة من النشا ورح أحتاج كمان لكوب من المي الباردة وكوب من عصير الليمون وإذا ما توفر عصير الليمون عندك شو البديل يا حلوة بتضيفي معلقة كبيرة من حمض الليمون وإذا بتحبي حالاته كتير باينة بتقدر تضيفي كوب ماد لكن أنا استخدمت كوبه نص من السكر وبدي كمان كمية كتير كبيرة من التلج وعشان نحصل عن النكهة المميزة للبرد الغزاوي لازم تستخدمي واحد من المكونين هدول المكون الأول اللي هو نكهة البرد الأصلية للأسف إنها مش متوفرة في كل الدول العربية متوفرة بس عنا في غزة في فلسطين يعني إذا فيه حدا من حبايبك أو ما عارفك بيقدر يجيب لك إياه بيكون تمام إذا ما توفر عندك إيش البديل هي نكهة الموز أكيد رح تعطيكي نفس النتيجة ونفس النكهة بدي أضيفها الحين كل المكونات الموجودة عندي بشاف الخلاط بدي أحكي لك هان شغلتين أول شغلة إذا ما توفر عندك الخلاط الكهربائي بتقدري إنك تستبدل كمية التلج هذه كلها بليتر كامل من المية وتخلطي كل المكونات في واعة كبيرة عندك وبعد هيك تحطي في علبة أو تبروير والدخلي جوه لفريزر لمدة ساعتين ثلاثة لحد ما يتجمد عندك وتاني شغلة بدي أحكي لك إياها إنك لازم تكون يعارفة نوعية الخلاط اللي عندك بتدعم التلج أو لا يعني بتقدري تخلطي فيها كمية كبيرة زي هذه من التلج أو ممكن إنه يتكسر ويخرب عندك إذا لاحظتوا أنا هنا اللي ضفته من روح البرد أو نكهة الموز بس ثلاث قطرات ما بستخدم أكتر من هي لأنه بعطيني نكهة كتير قوية وبدي أخلط كل المكونات هذي مع بعض كتير منيح مدتين ثلاثة لحد ما ينعم التلج عندي تماما شايفين القوام هذا؟ هذا هو قوام البرد الأصلي زي ما بنباع بكل المحلات استير في القوام الناعم الأملاس هذا هي معلقة النشا اللي ضفناها في مكون ثاني إذا بتحبوا إنه يكون البرد إلو مطة خفيفة بتقدروا إنكم نضيفوا ربع مالقة صغيرة منه وهي مادة عند العطارين اسمها CMC لكن إحنا ما بنحبه فيه مطة أو مطة بنحبه هيكا بيكون كتير لزيز ومنشربه وهو بارد ولو زهد عندك كمية بتقدر إنك تحطيها فعل ببل فريزر بتظلها محتفظة بنفس القوام ما بتتغير ولا بتصير كتل التلج لأنه فيه معلقة النشا اللي ضفناها طعمه كتير بشهي طعمه دمار يا جماعة لازم تجربوه وهيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتمنى إنه يكون عجبكم إذا عجبكم أكيد لا تنسوا اللايك وإذا أول مرة بتشوفوا القناة لا تنسوا أكيد تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد بالنزل دايما على القناة إلكم إني أحلى تحية من قناتي أحلى الوصفات صحة وعافية